هؤلاء قد يخدعونكم هم محتمون بقصورهم سيقولون ذات يوما كان هنا عراق إلهي بردا وسلام على عراق الفقراء اللهم ربي انتقم لهذا الشاب الفقير على كل من أراد لهذا الشاب أن يموت عبر هذه السنوات العجاف وقد سبقها نصف قرن وهذا الشعب يعاني وقوا سياسية لا تمتلك إلا الخطابات والكذب والتزييف وسياسة التجهيل أبناء شعبنا الكرام ما كان بودنا أن نصل إلى أيام كنا قد حذرنا منها من قبل نعم كلنا نريد التغيير وكلنا نطالب بحام حاسبتي كل الذين تسببوا وسرقوا وضيعوا هوية هذا البلد لأنهم جاءوا بلا هويات لأنهم احتموا بالأجنبي على حساب كرامة هذا الشاب لا ترفعوا السلاح بوجه بعضكم بعض تذكروا أنكم كلكم أنتم وأباكم وأمهاتكم وأبناكم عبر التاريخ قد شربتم من دجلة والفرات وتجمعكم المناسبات الدينية وها نحن اليوم نحيي ذكرى ثورة أشوراء الإمام الحسين هذا البلد بهذا الشكل يضيع ونحن نعرف من الذي لأراد لهذا البلد أن يضيع حتى يحكم وأنتم تعرفونه نعم لقد مسكم من الضرة ولكن هناك رب رحيم لا تقتلوا بعضكم البعض فأن هذه الطاقات وهذه الوجوه السمر وهذه السواعد التي حملت هذا السلاح ودافعت عن العراق تذكروا بالأمس القريب كنتم كتفا على كتف سلاحا يخاطب سلاح وأنتم تقاتلون داعش اللعين واليوم هناك من يريدكم أن تكونوا حطبا لمجموعة من السراك رفضوا التغيير ورفضوا أن نفتح نوافذ لشمس عسى أن تدخل لهذه الغرف المريضة عدوا كما أنتم وافرزوا خنادق الفساد أنا أقبل أياديكم أقبل أقدامكم أقبل هذه الأصابع التي كانت على الزناد مسرة كانت تضغط وقتلت كل أداء العراق على مر السنين نحتاج إلى هذه الزنود لنقتل بها الفاسدين ولد الملحة أمك تتنخاك على العدو ما تتنخاك على أخوك هؤلاء قد يخدعونكم هم محتمون بقصورهم طائراتهم على الأبواب أنظروا للصور التي تصلنا أمام كل واحد منهم أفواج من الحمايات وأنتم يجب أن تعرفوا أنتم درع الوطن أنتم حمايته أنتم سوره أنتم علمي وما دونكم لن يكون نقطة من جهادكم وتضحياتكم أرجوكم قدروا الظروف التي نحن بها فعراق من غيركم سيقولون ذات يوما كان هنا عراق ترجمة نانسي قنقر